طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة فلوكي اينو برمز فلوكي بسعر صفر فاصلة اصفار ثلاثة وعشرين نرتفاع العملة بلسمة خمسة وعشرين بالمئة ماركت كاب نقدر نقول ثم مليار ومئتين مليون برانك ستة وخمسين فوليم يومي سبعمية واحد سعين مليون طبعا اللي تابعنا والمرأي مرحبا بك هذي قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالأخبار وتحليل العملات ونحط صفقات ايضا وعندنا خدمة دارة الحساب اللي يتميز فيها عندنا هني واحمة شباب ما شاء الله ربحان خمسة وعشرين الف دولار من خلل هذه الصفقة في خدمة دارة الحساب بخلاف قناة الاكتتاب والعملات الاستثمارية طبعا عندنا ما شاء الله ارباح جدا طيبة وحلوة في خدمة دارة الحساب هنا واحمة شباب ما شاء الله سبعة عشر الف دولار ايضا وهني عندنا واحمة شباب ما شاء الله ثلاثة الاف ستمية ايضا كل هذا في خدمة دارة الحساب. المهم. طبعا لو نشوف هذا عملتنا في عملة الفلوكي اينو. انا اذكر كنت حاط صفقة عادة في اي تشارت ما اذكره. بس ممكن 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 في تشارت ميكسيك. معنى انا وفضل كنت شوية احضر هذا الموضوع قبل ما نبلش. ننزل الفيديو بحيث انه يكون في الشيء موجود. المهم ايوه. ايوه 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 هذا هو. وضحت الفكرة. هننحط نشوف شو كان على تشارت الاسبوع اكيد. ايوه كنا نحطين صفقة. ان العملة. يعني نبقى ندخل ندخل في حال اغلقت فوق هذا السعر. اللي هو اه صفر فاصلة. ثلاثة صفار اه ثلاثة خمسة. يعني انا بالنسبة لي كان هذا الدخول بيكون جيد في حال اغلقت سوى تحت اختبار اعلى هذا السعر. المهم. اه مبدئيا. اه مبدئيا. نشوف السوق اليوم او خلال هذا الاسبوع. خلنا شوين سوي شدي. ممتاز. اوكي. اه نحنا كنا حاطين النموذج هذا بناه على القمة هذه السابقة اللي حقتها هني. في واحد نوفمبر الفين واحد وعشرين. المهم. اه مبدئيا انا شوف خلن نرسم دعوم المقاومات حتى نقدر نتكلم بشكل عام. افضل. شوفوني. عاليا فيه دعم جدا قوي. بالنسبة لي انا من حتى العملة تستكمل الصعود تحتاج اغلاق فوق سعر صفر فاصل اصفر ثانين وعشرين. يعني انا بالنسبة لي الدخول جيد الان في العملة. اه يعني مجرد ما نشوف يعط اختبار على السعر هذا. يعني العملة الحين. قد كانت العملة في ترند هابط. خنا نروح على شمعة الاربع ساعات نشوف كيف. العملة كانت في ترند هابط. صار يعط اختبار في المنطقة هذه. هنا. مرة مرتين ثلاث. ونجحت العملة في الانفجار هنا. انا بالنسبة لي الدخول بيكون جيد. اه الان على هذه المستوى تقريبا. بيكون على السعر تقريبا. اللي هو. يعني حتى بكانك تدخل الان برقم صغير. في حال نزلت لي الدعم تدخل برقم اكبر. اللي هو صفر فاصل ثانين وعشرين. لكن انا ما انصح برقم جدا 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 كبير. رقم صغير بحيث ان العملة مرتفعة كثير. فبتكون الصفقة جدا جدا رسك. صفقة رسك. رسك رسك يعني. رسك يعني خطيرة. يعني عشان الناس تفهم. الشباب يفهموا انه ما تدخل برقم كبيرة. يعني مثلا تدخل هني واحد بالمية. اه حين مثلا نزلت للدعم تدخل بواحد بالمية ثاني بس يكفي. ما لديه يزيد. طبعا كل هذا مش انصحة استثمارية. المهم. طبعا مبدئيا. اذا قلنا الدخول الان بيكون على سعر تقريبا على سعر صفقة 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 ص هنا في هذه النقطة ليش؟ لأن القمة التاريخية كانت هنا يعني قبل لو نشوف هنا قمة تاريخية وأنا بالنسبة لي لو العملة أغلقت أغلاق سبوعي أدنى اللي هو سعر تقريبا بنقول صور فاصلة هذا أصوات 22 ممكن نشوف هبوط ليش؟ ليش نقول هبوط؟ لأن لو نرجع في الهيستوري دائما أرجع في التاريخ العملة لما نزلت وخسرت هذا السعر في 2000 وتقريبا مقبل 21 خسرت هذا المستوى بدأت تمشي في سلسلة هابطة مجرد ما خسرت هذا السعر وأنا نفس الكلام أقول في حال العملة خسرت هذا السعر وما قدرت تستقر علىه ممكن ترجع تهبط ممكن لهذا المستوى اللي هو 0.30 11 ممكن بعد ذلك بتحاول مرة أخرى نتحاول مرة أخرى تصعد فوق صور فاصلة 0.0 22 نجحت نجحت ما نجحت بترجع تنزل حتى ممكن تنزل لهذا المستوى بس أنا سيناريو أنه تنزل للمستوى هذا شوي من بعدنا اللي هو 0.4055 يعني ممكن نشوف العملة تنزل لهذا المستوى ممكن اللي هو 0.3011 ممكن في حال العملة فشلت يعني هذا السيناريو أنا حقناه في الحسبان لكن أنه تنزل لصور فاصلة 4.05 أنا أشوف هذا الاحتمال جداً ضعيف وممكن ممكن نشوف العملة أصلاً تشكل نموذج الكوب العروة لأنه لو نشوف العملة حالياً يعني حتى نموذج الدبل بتم ما ينفع يعني إذا يلقوا قاع قاع ثاني ممكن بس مش واضحة إذا قلنا دبل بتم قاعين يعني إذا قلنا نموذج القاعين بيكون الارتفاع يعني مثلاً عسل بمثال إذا قلنا هذا قاع قاع ثاني هي تروح للقاعين لكن مش بالوضوح الكبير شوفوني أنا حاول أطلع أمسك الرسمة لكن مش شي قاعين بس بشكل معتوي تقريباً يعني هذا قاع قاع ثاني وصعدت بعد ذلك هني أنا نمسح شوي عشان نشوف العملة بطريقة أفضل كي كي شذي ممتاز زي بيكون تقريباً إذا قلنا العملة يشكل بناء على هذا المستوى أنا نمسح شوي عشان توضح الرؤية تقريباً 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 إذا قلنا العملة هذه قمتها أيوة صح ممتاز الحين شذي العملة مشكلة نموذج اللقاعين أو نقدر نقول اللي هو بس خلنا نمسح المشكلة نروح لتشارت ديد عشان ما نخرب على العمرنا عشان نوضح الرؤية ونرجع زي لا المنصة ما فيها يعني ممكن المنصات قديمة مثل المنصة المهم خلنا نمسح بس منشرح ني خطي يعني شوفت هذه القمة وهذه القمة نفس الشي فبعد ما لمست حين العملة نزلت سوى تعطي اختبار وبترجع تحاول تصعد أعلى القمة هذه نجحة بتروح للقمة هذه فنحن حالياً بنحدد القمة التاريخية للعملة فالأول عملة الهدف أو السعر المستهدف من خلال هذا النموذج يعني أشوف رقم مستهدف كبير بيكون وايد كبير طبعاً هذا أنا بالنسبة لي في البران وشالحين طبعاً الرقم أو السعر المستهدف بالنسبة لي اللي هو حتى والله موشو للبران ممكن يصير أي وقت اللي هو صبر فاصلة ثلاث أصفار ثنية ستين صبر فاصلة ثلاث أصفار ثلاث أصفار ثلاث أصفار ثلاث أصفار فبنمد الصفقة هذه ثلاث أصفار ثلاث أصفار ما استبعد صراحة فإذا صار فوليوم قوي صبر فاصلة ثلاث أصفار ثلاث أصفار ثلاث أصفار ثلاث أصفار ثلاث أصفار بناء على نموذج الدبل بوتوم طاعين حلوين حلوين فهذا أو هذه صفقتنا في خدمة أو في عملة الفلوكيينو اللي تابعنا والمراي مرحبا بك رابط قناتنا في تليجرام أسفل فيديو لو حابتنا تستفيد من أي من خدماتنا طبعا حاليا نسوي مسابقة مسابقة رمضانية يعني يلا الله يوفق الجميع في الفوز في مسابقة نعطيكم العافية مفجي خير